بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا بحث الشيخ حسين علي المنتظري عن طريق ثالث بين سنة وشيعة ولماذا وقف في منتصف الطريق للثورة الإسلامية الإيرانية بعدان مهمان بعد سياسي تحقق بإسقاط نظام الشاه وبعد ثقافي تمثل بالثورة على الفكر الإمامي الاثنى عشر القديم الذي كان يكبل شيعة إيران وأموم الشيعة في كل مكان ويمنعهم من إقامة حكومة إسلامية في عصر غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر والذي كان يدعي الشيعة إلى الصبر وانتظار الإمام الغائب المعصوم والمنصوص عليه من الله هكذا كان يقول الفكر الشيائي الاثنى عشر ولكن فكر ولاية الفقيه تحرر من عقيدة الانتظار وشرط الأسمة والنص في الحاكم الإمام يعني وأجازل الشيعة إقامة الدولة تحت قيادة الفقيه العادل طبعا غير المعصوم وغير المنصوص عليه من الله وكانت هذه الخطوة ثورة فكرية بكل معنى الكلمة وكان من المتوقع أن تمتد بآثارها إلى أبعد من إيران لترمم الإلاقات الشيائية السنية المتدهورة عبر التاريخ وتقيم نظاما ديمقراطيا مثاليا في إيران وذلك لأن إيران في ظل الثورة كانت قد تحولت جذريا عن الفكر السياسي كانت قد تحولت جذريا نحو الفكر السياسي الإسلامي العام أو السني يعني القائل بالشورى وتخلت عن الفكر الإمامي الاثنى عشرين وكان يمكن أن تحظى بتعاطف والتفاف الجماهير الإسلامية السنية وتقود العالم الإسلامي إلا أنها وقفت في منتصف الطريق واتخذت موقفا يتمثل بالاقتصار على نقد آثار فكر الانتظار وعدم نقد الفكر الإمامي من الجذور يقول الشيخ حسين علي المنتظري الذي كان أحد قادة ومفكر الثورة الإسلامية في إيران والذي توفي عام 2009 يقول في مذكراته التي نشرت في التسعينات من القرن الماضي إنه شعر في الستينات من القرن الماضي عشية الثورة قبل الثورة يعني بوجود أزمة في الفكر الإمامي تحول دون التقدم في عملية الثورة السياسية وهذا ما دفعه إلى محاولة تجاوز الفكر الإمامي والتقرب من الفكر السني والخروج بنظرية ثالثة جديدة وحسب ما يقول الشيخ المنتظري في مذكراته فإنه طرح على الإمام الخميني في بداية الستينات فكرة الخط الثالث بين النظرية الشيعة في النص لنظرية تاريخية ونظرية السنة في الشورع وذلك بالجمع بين النظريتين والالتزام بالنص في زمان وجود الأئمة المعصومين المنصوص عليهم من الله هذه النظرية تاريخية قبل 1400 سنة والعمل بالشورع في حالة عدم وجودهم مثل عصر الحاضر يعني وكما يقول الشيخ المنتظري لكن الإمام الخميني في ذلك الوقت أصر على ضرورة الانتظار وحرمت إقامة الدولة في عصر الغيبة أو إقامتها على أساس الشورع وأكد على أن المذهب الشيعي يرى ضرورة كون الإمام أي الحاكم يعني معصوماً ومنصوصاً ومنصوباً من قبل الله تعالى وقال له أن المسؤولية تقع على عاتق الناس في زمان الغيبة ويجب علينا إعداد الظروف المناسبة لظهور الإمام الغائب وعندما قال له المنتظري هل يعني ذلك أن يعيش الناس في عصر الغيبة في هرج ومرض؟ قال الإمام الخميني لقد أتم الله النعمة وهذه مسؤولية الناس يعني عين لهم إمامه وهذه مسؤولية الناس الذين يجب عليهم توفير الشروط المناسبة لظهور الإمام صاحب الزمان إذ أن الإمام حسب رأي الشيعة يجب أن يكون معصوماً ومنصوباً فقط كان هذا الحوار في بداية الستينات أي قبل حوالي عشر سنوات من تبني الخميني للنظرية ولاية الفقه التي أعلنها في النجف سنة 1969 أي قبل عشر سنوات من تفجر الثورة الشعبية في إيران وكان معظم فقهاء الشيعة في ذلك الوقت يحرمون إقامة الدولة في عصر الغيبة وظل مرجع كبير كالسيد الخنساري الذي توفي عام 1405 هجرية يعني 1985 بعد الثورة بخمس سنوات كان يصر على ضرورة انتظار الإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري وعدم جواز تطبيق الحدود الشرعية أو تدخل في الشؤون السياسية حتى بعد انتصار الثورة بسنوات وقد بدأت ملامح الثورة الفكرية تتبلور في إيران على يدي الشيخ المنتظري الذي بادر في وقت متقدم بإحياء صلاة الجمعة التي كانت معطلة عند غالبية الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في عصر غيبة الإمام المهدي لعدم توفر شرط الإذن الخاص بها من الإمام حيث بدأ الشيخ المنتظري بإقامتها في مدينة نجف آباد قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بسنوات ونظرا لجرأة الشيخ المنتظري في نقد كثير من الظواهر السلبية في الثقافة الشيعية فقد اتهمه المحافظون المقلدون اتهموه بالوهابية والعمل على هجم التشيئ وقبض الأموال من المملكة العربية السعودية وذهب أحد الخطباء في قوم إلى تحديد رقم بئر النفط التي زعم أن المنتظري يأخذ عوائدها من السعودية إلى هذه الدرجة يعني ولكن الشيخ المنتظري لم يأبه بتلك الحملات الإعلامية المضادة وقام بشجاعة لخطوات جريئة في نقد كثير من المظاهر السلبية في التراث الشيعي فقد نقل عن أستاذه المرجع الديني أسير حسين البرجردي الذي توفي عام 1960 نقل عنه دعوته إلى التحقيق بالكتب الروائية والتركيز على علم الرجال والحديث وتصفية الأخبار الدخيلة والانفتاح على مجاميع أهل السنة الروائية ورفض الكتب الشيائية الضعيفة غير المسندة ونقل عنه أيضا قوله بعدم جواز الخضوع لهيبة العلماء السابقين إلى درجة الامتناء عن ممارسة التفكير يعني عدم تقليلهم اللي هي ظاهرة موجودة الآن معظم علماء يقلدون الشيخ المفيد وقد دخل الشيخ المنتظري في حوار مع أستاذ آخر له في الحوزة الألمية هو السيد مهدي الحجازي حول صحة رواية معينة فقال الأستاذ إن العلامة المجلسي يعتبرها رواية معتبرة قال الشيخ المنتظري إن اعتبار أحد العلماء لرواية معينة بأنها صحيحة لا يشكل حجة شرائية لنا إذ يجب أن نتحقق من الصحة بأنفسنا ونرى فيما إذا كانت معاييره لتصحيح معاييره لتصحيح معايير ذلك الشيخ يعني متطابقة مع معاييرنا ولذا فإن تصحيح المجلس لتلك الرواية لا يكفي وإن علينا أن نتحقق بأنفسنا هذه العقلية الاجتهادية المنفتحة دفعت الشيخ المنتظري إلى مراجعة كثيرا من الأمور التاريخية والنظر في التراث الروائي الضخم المشحون بالأحاديث الضعيفة الموضوعة والتركيز على القرآن الكريم ونهج البلاغة مما كان يؤهله لأحداث ثورة تقافية كبرى في التراث الشيعي تتجاوز الخلافة الطائفة الموروث والمزمن ولكنه مع الأسف وقف في منتصف الطريق وسوف نبين ذلك على أي حال الخطوات التي كان قد خطاها نحو إقامة النظام الإسلامي هذه أنتجت ونجحت وقد فرض الفكر الثوري الإيراني نفسه في نهاية المطاف واستطاع إقامة نظام سياسي يقوم على انتخاب الإمام اللي هو الولي الفقه أو القائد المرشد ورئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى من الشعب قام على الشورى يعني وكانت نظرية ولاية الفقه التي قال بها الإمام الخميني بنفسها ثورة على الفكر الإمامي الاثني عشري لأنها كانت تتخلى عن شرط الأسمى والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام يعني في الحاكم مخصوص الإمام يعني أي حاكم وترفض نظرية انتظار الإمام الغائب انتظارا سلبيا ومع أن الشيخ المتظري كان يؤمن بنظرية ولاية الفقه وقد أصل لها في كتاب ضخم من جزئين إلا أنه كان يختلف قليلا مع الإمام الخميني وقد كان الاختلاف الرئيسي بين الرجلين يدور حول مصدر شرائية نظام ولاية الفقه هل هو الله تعالى أم الشعب ففي حين كان الإمام الخميني يعتقد بأن مصدر الشرائية ينبع من توكيل الإمام المهدي للفقهاء ليكونوا حكاما على الناس حسب ما ورد في التوقيع الرسالة المروية التوقيع المروي عنه الذي يرويه الشيخ الصدوق يعني والذي يقول فيه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وكذلك من مقبولة عمر بن حمضل مقبولة يعني أقل من صحيحة رواية عمر بن حمضل مقبولة والتي يقول فيها الإمام الصادق إني قد جعلته عليكم حاكما أنه إذا اختلفتوا أنتوا شيعة بيناتكم دورو لكم فدواحد راوي من رواة أحاديثنا واجعلوه عليكم حاكما هذه الروايات اعتمد عليها الإمام الخميني مما سمح له باعتبار ولاية الفقهاء على الناس مجعولة من قبل الله تعالى كولاية الرسول والآئمة من أهل البيت وإنها ولاية دينية إلهية وعبر عنها في كتبي بأنها بأن الفقهاء منصوبون ومجعولون ومعينون من قبل الإمام المهدي وقد ترتب على ذلك اعتقاد الخميني بعدم حاجة الفقه إلى أخذ رضا الأمة في أي مسألة وأن له الحق أن يعمل بما يتوصل إليه في اجتهاده وعلى الأمة أن تطيعه بلا مناقشة أو تردد وهو ما يمنحه صلاحيات مطلقة أخرى ويجيز له ولأي فقه يعني إذا آمن بهذه النظرية أن يستولي على السلطة بالقوة مثلا أو يقوم بانقلاب عسكري أو يحتكر السلطة بعد ذلك ويصادر الحريات والحقوق العامة ويلغي الأحزاب ويعطي المجلس الشورى أو يصدر قوانين جديدة تتعارض مع الدستور أو يشرع حتى كما عبر عن ذلك في خطابي عام 1988 ولكن الشيخ المنتظري ناقش الإمام الخميني في دلالة مقبولة أمر بن حنضل والأحاديث الأخرى التوقيع مثلا المشهور في دلالة هذه الأحاديث على النصب والجعل والتعيين وقال المنتظري إنها تدل على الانتخاب ولا يصح الاستدلال بها لإثبات الولاية المطلقة بالنصب ورغم صوابية منطق الشيخ المنتظري المدعوم من قبل كبار المحققين الشيعة كديما وحديثا في رفض نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي من الشيخ الأنصاري في القرن التاسع عشر إلى سيد الخوئي المعاصر إلا أن الشيخ المنتظري لم يقم بنقدي نظرية الإمامة والإثنى العشرية من الجذور ولم يبحث مسألة وجود الإمام المهدي الغائب بدقة وهو ما أدى به وأدى إلى وقوع النظام الإسلامي الجديد في بعض المشاكل الدستورية فقد كان يمكن لهذا النظام أن يشكل ملتقا لجميع المسلمين بغض النظر عن هوياتهم الطائفية وأن يقدم تجربة ديمقراطية مثالية في العالم الإسلامي إلا أنه لم يستطع أن يخرج من العباءة الطائفية الشيائية البالية وبالرغم من أنه لم تكن تحاجة مالسة مثلا لتحديد هوية الدولة ورئيس الجمهورية الطائفية الشيائية الإمامية الإثنى عشرية كما ورد في الدستور قد لا أثرا لتلك الهوية في السياسة الداخلية أو الخارجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل إنها كانت متناقضة في الحقيقة مع واقع النظام الجديد الذي يقوم على الشورى والشورى مخالفة لنظرية الإمامة الإلهية وهذا النظام الجديد كان يكتفي بشرط الفقه والعدالة بدلا من الأسمة والنص ولذلك فقد رفض المجلس التأسيسي يعني المجلس الخبراء الأول الذي قنن الدستور وسن الدستور في عمليات التصويت الأولى على بنود الدستور المقترح رفض هذا المجلس بأكثريته إضافة الهوية الطائفية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو اشتراط التزام رئيس الجمهورية بالتشيع الأثنى عشر كما رفض الاعتراض بولاية الفقه أو إعطاء الإمام صلاحيات واسعة تسمح له بالهيمنة على النظام الديمقراطي ولكن الشيخ المنتظري الذي كان يرأس مجلس الخبراء التأسيسي لعب دورا كبيرا في إقرار بندين مهمين كان لهما أثر سلبي على مسيرة الثورة ودفعها للتوقف في منتصف الطريق فقد كشف الشيخ المنتظري نفسه في مذكراته التي نشرها قبل سنوات عن دوره في تثبيت الأصل الثاني عشر والأصل الخامس عشر بعد الماء في الدستور هذين الأصلين الذين ينصاني على هوية الدولة الإيرانية ورئيس الجمهورية الشيعية الاثنى عشرية وذلك بعد فشل المؤيدين في الحصول على أغلبية أعضاء مجلس الخبراء وإصرار الشيخ المنتظري على تمرير يدينك الأصلين في عملية تصويت أخرى وذلك انطلاقا من كون المذهب الشيعي مذهب غالبية الشعب الإيراني وكون الدستور الإيراني السابق الموضوع منذ مئة عام يتضمن بندا صريحا بذلك أن يكون الملك شيعيا إماميا إثني عشريا وأيضا تحت بغط مراجع الدين فيكم كالسيد البيغاني والسيد الشدعة المداري والشيخ مرتضى الحائري كان لهم أثر بالساحة وزن كبير وكانوا يضغطون بهذا الاتجاه وفي الحقيقة لم يقدم ذلك الشرط من واقع إيران شيئا ولم يؤخر شيئا سوى أنه ألب عليها سنة في الداخل والخارج وفصلهم نفسيا عن الجمهورية الإسلامية وهذا النظام الجديد حيث تكمصت الثورة الإيرانية ثوبة طائفية هي في جوهانها لم تكن طائفية ولكن تكمصت ثوب طائفي ولم تستطع تحقيق الوحدة الإسلامية بالرغم من سحيها وطموحها نحو ذلك وكما نرى الآن هي تضحي بكل شيء من أجل نصرة القضية الفلسطينية ولكن كثيرا من السنة لا يزانون حتى الآن يقفون موقفا سلبيا منها مع الأسف الشديد وقد أحس الشيخ المنتظري بعد حين بخطائه هذا فوعد زعماء أهل السنة الذين احتجوا يوم ذاك على شرط الهوية الشيعية في الرئيس قالوا لماذا تشترطون هذا الشرط ووعدهم بمراجعة هذا الأمر في أي تعديل دستوري قادم حسب ما يقول في مذكراته ولكن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن وشيخ المنتظري أيضا أعزل عن السلطة ورغم تعديل الدستور سنة 1989 وإذا كان شرط الهوية الشيعية في الرئيس الإيراني قد عكر علاقات إيران الخارجية مع أهل السنة كما أثر على علاقاتها معهم في داخل إيران فإن القرار الآخر الذي اتخذه رئيس مجلس الخبراء الشيخ حسين علي المنتظري وهو منح مسؤولية قيادة القوات المسلحة الإيرانية إلى الإمام الولي الفقيه في الدستور في الدستور الإيراني بعد فشل التصويت عليه في مرة سابقة أيضا المجلس التأسيسي رفض هذا الشيء ولكن الشيخ أصد على ذلك فالشيخ لعب دورا كبيرا أو هذا القرار لعب دورا كبيرا في نقض النظام الديمقراطي الذي أقامته الثورة الإيرانية وذلك باستماحي للفقيه الولي بالهيمنة على مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية والمجتمع الإيراني بصورة عامة وبناء ديكتاتورية دينية باسم النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الغائب وكانت هذه خطوة سلبية وانتكاسة خطيرة في مسيرة الثورة وقد عانى الشيخ المتظري نفسه منها وذهب ضحيتها فبعد أن كان منتخبا من مجلس الخبراء الخبراء الثمانين الثمانين وثمانين أضو اللي هم يعنون باختيار الإمام ونائبه ليكون خليفة الإمام الخميني إذا به يجبر على الاستقالة لمجرد قيامه بنقد بعض تصرفات الإمام الخميني ويمنع حتى من التعبير عن وجهة نظره في وسائل الإعلام الإيرانية وتفرض عليه الإقامة الجبرية والعزلة عن الناس لسنوات طويلة وكان المنتظري قد انتقد خلال السنوات الأخيرة من حياته بعض الجوانب التطبيقية السيئة لنظرية ولاية الفقه ولكنه لم يتطرق إلى بحث جذورها العقائدية وخاصة لجهة ارتكازها على نظرية الإمامة ووجود الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن العسكري الذي يعطي الفقهاء النواب العامين هالة قدسية وسلاحيات واسعة تخل بالتوازن الضروري المطلوب بين الأمة والإمام إن الحرص على تطور النظام الإسلامي وصون التجربة الرائدة يقتضيان فتح الحوار بحرية مطلقة حول جميع القضايا الفكرية والعقائدية السنية والشيعية وتذويب الرواسب التاريخية من أجل تحقيق درجة أعلى من الوحدة والمزيد من الحرية لجميع أبناء الأمة الإسلامية لا سيما وإن التطورات السياسية المتلاحكة في إيران تقتضي مواصلة الثورة الثقافية وترسيخ عملية الاجتهاد والفرز بين الروايات الصحيحة والموضوعة وهذا ما دفع عددا من الإيرانيين بعد صدور كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقه والإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية دفع عددا من الإيرانيين للمطالبة من الشيخ المنتظري بإعادة النظر في فرضية وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري المهدي منتظر الغائد كما قال الشيخ المنتظري في مذكراته قال قد جاءتني رسالة عبر الإيميل تنكر وجود الإمام المهدي إمام العصر وغيبته التي تعتبر من أصول المذهب الشيعي وهذا ما دفع الشيخ المنتظري لتأليف كتاب تحت عنوان موعود الأديان كرر فيه النظرية الشيعية الاثنى عشرية التقليدية وقال إن موضوع المهدي الموعود من أهم المواضيع والأبحاث التي طرحت لدى المسلمين في القرون الأولى طبعا هنا يتحدث عن المهدي بسرعة لا يتحدث عن محمد بن حسن العسكري يقول هذه من أهم المواضيع والأبحاث التي طرحت لدى المسلمين في القرون الأولى منذ عهد الرسول الأعظم والأئمة المعصومين وأكدت عليه الأديان المختلفة وتوجد عليه أدلة نقلية وعقلية حديثنا الشيء المهم الذي كان عليه أن يبحثه هو وجود وولادة محمد بن الحسن العسكري ليس المهدي العام ولكنه في هذا الكتاب يعني بحث المهدي العام بصورة عامة وأشار منتظري في مقدمة كتابه إلى أن كتابه لا يعبر عن دراسة متكاملة حول الإمام المهدي وذلك لأن هذا الموضوع يحتاج إلى تأليف كتب مؤلفة أكذا قال وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الشيخ حسين علي المنتظري أن يقوم ببحث موضوع وجود محمد بن الحسن العسكري باعتبار الشيخ واحدة من أكبر فقهاء إيران وأحد قادة الثورة الإيرانية والمهتمين بتدليل العقبات الفكرية أمام تقدم الثورة ومسيرتها الديمقراطية والوحدوية خاصة وأنه يعتبر موضوع المهدي أصلاً من أصول المذهب الشيعي ولكن كتابه الذي جاء في أكثر من أربعمائة صفحة خلى من أي بحث جدي حول الموضوع ربما لم يجد الظروف المناسبة أو الوقت الكافي أو القدرة الصحية والدهنية الكافية لبحث ذلك الموضوع فكان رده رداً سريعاً وبذلك هو كان ثورياً وكان يبحث عن توحيد الأمة الإسلامية وتطبيق الشوراة ولكنه وقف في منتصف الطريق مع الأسف الشديد ونأمل من تلامذته أن يواصلوا هذا الطريق وأن يقوموا بثورة فكرية عميقة للعودة إلى الإسلام وإلى فكر أهل البيت عليهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر